السلام عليكم ورحمة الله حصة اليوم ستكون تطبيقات على فصل العدسات في الحصة السابقة درسنا العدسات وقلنا ان العدسات هي تطبيق عملي بانكسار الضوء إذا ما عدت لو سألونا ما هو المبدأ العمي الذي تعمل عليه العدسات سنقول انكسار الضوء نبدأ في التطبيقات السؤال الأول من استخدامات العدسات ألف فعليم عدسات نستخدمها في مجموعة من الأشياء من النظارات الطبية والملاظر والمجاهر وكاميرات وكاميرات وطوير يستخدموا فيها العدسات إذا ما عناتنا لما نتحدث عن استخدام العدسات أو يقول لنا أسكر واحد أو سلاسة من استخدامات العدسات يكون هناك كمية من الأمثل التي نقدمها السؤال السؤال البعض تعليم استخدم العدسة المحددة في علاج طول النظر المعروف أنه في طول النظر الأشعة بدل ما تتجمع في شبكية العين تتجمع خلفها لذلك نكون محتاجين لعدسة مجمعة للضوف على أساس أنه تجمع ضوف الشبكية فهنا نقول لنا أنها هي عدسة مجمعة للضوف يجمع الضوف يجمع الضوف في شبكية العين لذلك يكون عالجة في مزر الطول النظر أيضا نستخدم العدسة المقعرة في علاج غصر النظر في غصر النظر تجمع قدام الشبكية نحن نكون محتاجين لعدسة مشتتة للضوف على أساس أنه يجعل الضوف يصل لشبكية العين وهذا هنا الإجابة لأنها تعمل على تشتيتة الضوف لحد ما يصل لشبكية العين وبالتالي الشخص يستطيع أن يرى السؤال البعض هو أنه من المركز البصري ينفذ الظاهريا على استقامة يعني نحن نظر لنا أن الشعادة نفذ على استقامة فهنا ممكن نقول لأنه المركز البصري يمثل منتواز المستطيلات للجاجة ويحصل فيه انكسارين ويخلوج الشعادة بانحرار بسيط ونحن نحن أنه ينكسر عن المساعر الإجراء بالمناسبة الأزيلة تعليم هي ماضية من أزيلة الحفظ يعني الطالب ما يقول أنه ندار أحفظكم للأزيلة تعليم لأنه أي درس ممكن تطلع منه مجموعة أزيلة وممكن الأساتي كبيرة من الأزيلة تعليم كل جهة ما يواهد فيه السؤال يتعلل دولوستويت بفهمك للدرس تركز في الدرس جيد أفهمه ربط المعلومات تستطيع استجاب على السؤال التعليم حتى لو كان هو سؤال مفتكر جديد وهو في الغالب في الامتحان يجب أن يكون هناك سؤال مفتكر جديد فيه السؤال البعض أذكر اثنين من الفروق بين الصورة الحقيقية والصورة الخيالية المتكونة بواسطة العدسة المحذبة أزيلة المغارنة هي من الأزيلة الشائعة في امتحان الشهادة السودانية طيب دارين نقول أو دارين نشوف أين من الفروقات ما بين الصورة الحقيقية والصورة الخيالية لكن ياتا الصورتين ديال مكونات بواسطة العدسة المحذبة طيب في الحصة الفاترة تكلمنا عن قواصة صورة مكونة بواسطة العدسة المحذبة والمغارنة في المغارنة يقولون أنها تكون صورة واحدة بغض النظر عن الجسم الحقيقي تكون صورة واحدة خواصة صابتة أنها خيالية ومعتدلة ومصغرة كان كده في الامتحان لما ازعلونا من خواصة الصورة دي ما بحددوا لنا من جسم قاعدين طوالما يقولون أنها خيالية معتدلة ومصغرة طيب لكن العدسة المحذبة حواصة الصورة بتاعتها تختلف باختلاف وضع الجسم أو بعضه من العدسة تكون صورة حقيقية وتكون صورة خيالية طيب لنجي نشوف الصورة الحقيقية تكون بالتغاء الأشعة المنكسرة الصورة الحقيقية تكون بالتغاء الأشعة المنكسرة إذا نقوم نشوف الصورة الخيالية والصورة الخيالية تكون بالتغاء امتدادات العشعة طيب الحاجة الثانية نقولون الصورة الحقيقية يمكن استقبالها على حائل يمكن تصاردنا في الحيطة وممكن تصاردنا في ورقة ممكن نستقبالها على حائل أو في فيلم أما الصورة الخيالية فلا يمكن استقبالها على حائل الصورة الخيالية في العادة المحددة هي أكبر صورة أكبر صورة ممكن نصلاة هي صورة خيالية لذلك الأشهزة البصرية التي نستخدمها بالذاتة نكبر بها أو مكون دائما الصورة النهاية تبدأ صورة خيالية بها صورة صورة الخيالية كثيرة لكن الصورة الخيالية ثابتة هي مساوية برطو من الفروق من الصورة الحقيقية مقلوبة والصورة الخيالية معتدلة لذلك نقول حقيقية مقلوبة أو خيالية معتدلة فنحن نكون غارن ما بين الصورتين الحقيقية والخيالية لنكون موافقة في العدسة المحددة لكن العدسة المغارة الصورة الخيالية ومصغرة لأنها تكون مقبرة لأن نرى الأنواع العدسات يمكن أن نزالون منها والتي أرسم عدسة محدبة مستوية فنرى العدسة بالجانب الثاني مستوية أو مقعرة مستوية بالله أظن أنه في الجانب الثاني مستوية العدسة المواسطة والفكرة بتاعتها أنها تكون فيها من جسمين يمكن أن يكونوا الاثنين محدبين لكي تدين عدسة محدبة أو الاثنين مقعارين لكي تدين عدسة مقعرة والعدسات التي ندرسها بالمواسطة المغارة هي عدسات رغيقة يعني العدسات السميكة ذاتها ما ضمنها السيد المغارة الحضرة فكذا القانون العام ذات الذي نأخذناه هو خاص بالعدسات الرغيقة عدسة محدبة أو مقعرة إذن معناتها فيها سطح محدب في نفس الوقت في سطح مقعر عدسة مقعرة محدبة إذن تكون العكس في سطح مقعر وفي سطح محدب هذه الأساس للسطح الخارج نسمي العدسة فإذا كانت محدبة للواجهين تكون عدسة محدبة ومقعرة للواجهين تكون عدسة مقعرة فهذا ممكن تكون مستوية مقعرة نحن نرى المسائل عندما نرى الموضوع المسائل يجب أن نتذكر معلومات مهمة جدا أول حاجة أي حقيقي يوجي وأي خيال سالح بمعنى أنه مثلا العدسة المحدبة البورة بتعادها حقيقية لأنها تكون بالتقاء العشعاء المنكسرة لكن العدسة المقعرة البورة بتعادها غير حقيقية لأنها تكون بالتقاء امتدادات الأشعاء الحقيقي يوجد الإشارة الموجبة وخيالي يوجد الإشارة السالح وخيالي يوجد الإشارة السالح لأنها تقول أنه أي حقيقي موجبة أي خيالي سالح بمعنى أنه يوجد عدسة محدبة بعدها البورة مثلا ستة عندما أطلع المحطيات سأقول عين بالساوي موجب ستة ثم لو قال لي مغارة بعدها البورة ستة سأقول عين بالساوي سالب ستة إذن المحدبة حكتب موجب المغارة حكتب سالب بالمثل في الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية صاد موجبة لكن لو بقيت خيالي سأقول صاد سالح سنرى بعدها لما يزالون من خواص الصورة المتكوينة برضو في التقبير التقبير هذا ننتبه أنه نهتم بالقيمة الموجبة أو القيمة المضلعة بمعنى أنه إذا التقبير كان بساوي ثلاثة الصورة مكبرة إذا التقبير بساوي سالب ثلاثة برضو الصورة مكبرة يعني ما عندنا شغلة بأنها سالب ولا موجب بناهد القيمة ولأنه سالب لأنها سورة حيالية لكن مكبرة والموجب لأنها سورة حقيقية لكن مكبرة ممكن تكون مساوية للجسم ويقولون إذا كان الجسم في مركز التقوير وممكن تكون مساوية الصورة التي تكون مساوية يبلغ أنه بساوي كس البسط فيه أصغر من المغام يعني مثلا تا ساوت نص معناتها مساوية تا ساوت اثنين على ثلاثة معناتها مساوية مساوية تا ساوت أربعة على خمتة معناتها مساوية فهنا لا يركز أنه سالب ولموجب لأنه سالب ولموجب فيه مرتبة للصورة حقيقية أو للصورة خيالية نحن نرى المزالة عدسة محدبة وجهة ناخد الشمس وقوة ناخد الجسم صغرة مصقرة جدا على حائل على بعد 15 سنة من العدسة هنا هناك سؤال بس ما تكتب يعني أنه دارين البعد الباري للعدسة يعني ما تقول في المزالة هي البعد الباري للعدسة طيب دع من نوع المسائل أنه أنا ممكن أقوم أحلها من غير ما أشتغلها رياضيا بس لو تذكرت مواس والحواس تحت الصور المكونة في 6 حالات في العدسة المحدبة والحالة الوحدة في العدسة المقاررة مهمة جدا في حل المسائل يعني بيستعيدنا ننزل بعرف إجابته صح ولا خطر طيب الشمس قاعدة في ما لا نهاية وأي جسم في ما لا نهاية سوف تتكون في البورة فإذا الصورة تتكونت على بعد 15 سنة إذا البعد البورة 15 سنة طيب بي إجابة مباشرة أنا كده عرفتها لكن دارحل لها رياضيا أصل لقيمة أنه عين بالسابق 15 حصل لها كده؟ في أنه أكتب المعطيات الشمس معناتها سنة لا نهاية تكون الصورة وصغر على حيل على بعد 15 سنة من العدسة 15 سنة من العدسة هذه معناتها سنة والمطلوب شنو البعد؟ البورة اللي هو عين فأولا أرجع للقانون العام واحد على عين بس واحد على سنة زايد واحد على سنة المعطي الذي يصوره 1 على عين بس واحد على خمستعشر زايد 1 على مالان هيع وصدر 1 على مالانها المعروف أن أي عدد على مالان هيع رمي ستennis هو صدر إذن ما نلائنا 1 على عين بس واحد على خمستعشر زايد واحد على سفر 1 على خمستعشر حتى HTML channels نصنت معنات عين بساوي خمستعشر هذا الفيديو كانين ب sawing بالسهم فلعن الذين يصيد غيرم حين جسم لشهو نحو جسم بعيد توقع الأشري سواء كان الغمر يتقوم بصورة على بعض البعدة البارئ لأن الصورة تتقوم في قلبورة وممكن نلقاها في سؤال تضع دائرة وصاح وخطأ لا شرط أن لا تكون مزألة لأن الإجابة نصل لها حسب معرفتنا للخواص فلنحل بالمزألة نحن مزألة لأنه يسعل بالساوي من نهاية لأن الجميع يسعل بالساوي من نهاية ونحن نصور على بعد 15 سنة من العدسة نوعناتها 15 سنة هي صاد أما تضع البعد البالي هو عين فنحل بالخطوات فلنحن نرى المزألة بعدها عدسة محدبة بعدها 5 سنة إذا وضع الجسم على بعد 10 سنة منها وضح خواص الصورة طيب اللي نتبه معي لما السؤال يقول لنا وضح خواص الصورة فلنحن نحدد أن الصورة هذه حقيقية ولا خيالية ومقبرة ولا مصغرة ومقلوبة ولا معتدلة حiens و الأول حيني نعمل في المزألة وبطلع المفطيات سنين بمثل عشرة و العين بمثل عشرة نعمحن سعوي خمسة طيب بكون محتاج أن أجد أن أجد حاجين لكذا أجد أن نستطيع صعد لأنه يصاد لأنه يبقى إنها حقيقية ولو خيالية ومقلوبة ولا مرتدلة ولأنه يبقى إنها حديدة لأنه يبقى إنها حاجبة ومقبرة ولا مصغرة يجب أن تكون صاد و تح نحن نرى هنا ما شرطه يكتبنا القانون العام الواحد على عين يسوي واحد على سين ذا الواحد على صاد في الأكس سأنصح الطلبة في التطبيق من أن يقول أنه صاد يسوي سين في عين على سين ناقذين طبعا لو انت مدعوي على انك انت بحيل بالشكل بتاع القانون العام واحدة على عين بساعة واحدة على سينة واحدة على أصابة بتعرف تهلبين وواصف لكن بالنسبة للطالة البالزاد عندهم مشاكل في شغل بتاع الكسور ولضمان ان انت تختصر الزمن وما تغلط ممكن تستخدم العلاقة بعد ما كتبنا العلاقة الرياضية هنجيش نوم نحوض لاحظوا بنا سين في عين على سين ناقص عين لا اضرب الفوق هذا الامتحان بسيط له ثلاثة ساعات ما ممكن تضرب وتضيع الزمن يعني في الامتحان امتدد تعمل اقل حيات في اقل زمن لكي تكسب الزمن فبالتالي لا اضرب حيات اشتغل في المقام عشرة ناقص خمسة الباقي شموع باقي خمسة اذا صاد بالسبوع عشرة بخمسة على خمسة الخمسة على الخمسة اذا صاد حساوي اشنون عشرة سين لو انا عارف الخواص بكون عارف انه يبتدي صح ليه؟ لاحظة من البعد الباري كم خمسة نجيسم على بعد كم؟ عشرة اذا نجيسم زائد من قاعد في مركز التكوير وبالتالي هنا خواص الصورة مساوية مساوية معناتها لان تكون صاد تساوي السين يعني صاد تساوى السين معناتها الصورة هي مساوية للجسم طيب يبقى الاجابة هنا سريمة طيب انا حسا فيه شنو من صاد صاد موجبوش نجيسم على الصورة حقيقية واي صورة حقيقية مقلوبة اذا بعد ما اجبت صاد ساقول ان الصورة دي حقيقية ومقلوبة يعني اوصف الصورة معناتها حقيقية ومقلوبة من غير كله لو قلت له انه حقيقية ومقلوبة ما ممكن ناخد صح لانه يتعرفتها كيف هي لازم تتم المزالة دي بيه الخطوات والإدحان التصحيح بيه الخطوات اذا معناتها لو نلقى مزالة يقول لك دانين خواص الصورة طوالي لازم توجد صاد ولاازم توجد تا صاد بنستفيد منه فعاله اذا كان الصاد موجب انت الصورة حقيقية ومقلوبة اذا كان الصاد ثالث ما اذا صورة خيالية ومعتدلة حتنا بعد ذلك نوجين تا يلا نشوف تا تا بالصاوي صاد على سين يبقى عشرة على عشرة يبقى الساوي واحد ما واحد سنة لانه التكبير لا يميز هيا واحد دخطة ربعي أليش حنعبيرو فا تا بالصاوي واحد ابقى معنات الصورة موساوية لجسم اذا كان الصورة موساوية لجسم لانه يهدان انه تا هي نسبة ونسبة لا تميز فتا بالصاوي واحد استفيدني من التكبير فانو نعرف قيمته انه نعرف ان الصورة هي موساوية لجسم إبقى معناتها أنا قدرت أصف الصورة أنها هي حقيقية وأي صورة حقيقية مقلوبة ومساوية للجسم وده بتوافق مع الحالات اللي أنا عملتها أو شرحناها في القصة الفاتحة أن الجسم في مركز التقوير فبالتالي بتكون الصورة بتاعها حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم وهي بتكون في مركز التقوير في الجانب العخر طيب نجي نشوف المزعل البعد يلا هنا نتبعش من شكل المزعلة دي عادسة مقاربة بعدها الباري 6 سنت إذا وضع الجسم على بعد 12 سنت منها وضع خصائص أو خواس الصورة الناس المستعجلين عندما نجي يكتبوا يقولون أنه عين تساوي 6 وصين تساوي 12 والأول خطأ يكونوا يستخدمونه لأن المزعلة بعد كده بتبقى فايزة ليه؟ لأنه العدسة ديقة الشم مقاربة مقاربة عين تساوي سالب وبلغى أنه خواس الصورة الجينية مختلفة لأنه صورة الجينية مقبرة لا هنا مساوي للجسم على أساسا البعد الباري 6 وبعد الجسم 12 لما تضع خمانات الصورة المستعجلين مساويه مضخطة نفترض أنه صعد الجيني بالسالب لأن العدسة المقاربة تكون صورة خيالية طيب عين قدمناها سالب 6 سين تساوي 12 أجل استخدم الاستنتاج من الغانون العام أنه صعد تساوي سين في عين على سين ناقص عين وبراءة إنتبه للحاجة يوجد سالب للغانون وقيمة عين وفي سالب يبقى عين ويقول أنه سنعمل في المقامب بعد موصلنا الى عينه 12 ناقص ناقص 6 معينه 12 ذي 6 لانه سالف ايه موي و6 زايد 12 لانه سنة 18 اذا موصلنا الى عينه 12 سالف ستة على 18 سالب ستة على ستة سالب واحد وثمانتاشر على ستة ساوي ثلاثة ثلاثة على ثلاثة ساوي واحد وثماناشر على ثلاثة ساوي أربعة ثلاثة على ثلاثة سالب أربعة سات بالنسانسر على ثلاثة سالب أربعة سالب بأن السورة خيالية مقلوبة ألم لكذا في الآخر المعلومات محدد أن السورة خيالية محتلة خيالية معتدلة الخيالية المقلوبة مثلا لو كنت في الأجهزة بصرية مشهر مركب أو منظار فالكي لأنه هناك الصورة بيكون في صورة أولى أولا الحقيقية مقلوبة والصورة التانية بيكون خيالية معتدلة فأنا بقاعداك بقول أنه خيالية معتدلة بين نسبة رحمة أو مقلوبة بين نسبة أفلي لكن في العدسات والمرايات بقول أن الصورة خيالية معتدلة أو حقيقية مقلوبة نحن نعرف أن الصورة مكبرة أو مصغرة مدام هي العدسات المقاعدة لابد أن الصورة مصغرة أغوم أقسم سعلي بتلك السعلي بدنا أنها خيالية لكن تلك معناتها مصغرة إذا معناتنا عرفنا أن الصورة خواصة خيالية معتدلة ومصغرة وممكن نقي فينا ونواصف في الحصة الجاية بقية المساعد شكرا للمتابة شكرا للمتابة شكرا للمتابة شكرا للمتابة